اشتركوا في القناة لا اله الا الله اذا جاء بهذا الباب والله اعلم السببين الاول اراد ان يبين لك ان المحقق حقا للتوخيج لابد ان يبعي التوخيج اسمع الشيخ معاني بعض الناس يقيم في بلاد الكفر والله وانت تعرف هذا اكثر منه يقول لم يخطر على بالي يوما من الايام ان اتكلم مع كاذب اقول له الاسلام دين حق ولا اعطي كتاب صح وهو اه هيا الله سبحانه وتعالى له فرصة ابدعوا حين الله الله صدر لكن لو تسأل اسمحوا لي في هذه الكلمة بعض الطلاب بعض بعض المشاهد يقول انا اسأل الطلاب انا اسأل الحجاج عندما يرجع من الحج يرجع من ماذا من الحج عندما يرجع اقول اسأل الحجاج ذهبتم مكة المدينة نعم قبعا حج التقيتم بالطلاب قال نعم ماذا سنعم معكم علموكم قالوا لا قال لي اذا ما المناسبة في لقاء الطلاب قال ينبيع علينا الهدي والفنادر صحيح لا مانع ان الطالب يبيع ويشتري لا اشكال لكن الاشكال كل الاشكال ان يأتي هذا هنا صح وانت تعرف علي التجارة واعظم تجارة مع الله لا تعلم ولا ترشي اقل شي خذوا الى درس الشيح عبد المحسن العباد شدقوا الله خذوا الى الاكتاء خذوا تعال تأخذ كتب عندنا كتب مهمة رائد تستطيع تأخذها اخذر من البدع الزيارات الشرعية في المدينة عندنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لابد تشد الرحل لزيارة المسجد النبري ولا يمكن ان تشد الرحل دعوة الى الله تفتي لا تتفلسف لا تخرج عن النص لا لكن ادعو الى الله خذ رسالة وعطيها الى الكافر الدعوة الى شهادة الى اله إذا اراد ان يبين ان المحقق حقا للتوحيد لابد يدعو الى التوحيد كما دعى النبي صلى الله عليه وسلم وعراد بهذا الباب ان يرد على من يقول انه اول ما يدعى اليه الصلاة قال لا حتى ممن دعوا قبل هذا انك تأتي قوما من اهم الكتاب لديهم كتب منزلة من السماء لديهم حجر وبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع غير المسلمين مناظرة لا قال ناظرهم لا بين افطاءهم لا بين ما عليه النصارى واليهود لا قال ليكون اول ما تدعو مني شهادة ان لا اله ان الله في رواية ان يوحد الله مفهوم اذا جاء بهذا الباب لسببين اراد ان يرد على من يقول ان اول ما يدعى عليه الصلاة واراد ان يبين المحقق حقا للتوحيد لابد يدعو الى شهادة ان لا اله الا الله خمسة ابواب بعيد الباب الاول وجوب التوحيد وجب عليك التوحيد لابد يذكر لك فضل التوحيد حتى الششتاء ترك الدفل تشوقت يريد منك التحقق التوحيد حققت التوحيد من تحقيق التوحيد لابد تخاف من ضد من الشكل واذا حققت التوحيد وخفت من ضد لابد تدعو اليه لان من تحقيق التوحيد التعوى اليه ورد على بعض الفرق الضالة الذين قالوا أنه أول ما يبع عليه الصلاة لا أول ما يبع عليه التوحيد